الموضوع اللي هنكلم عنه النهاردة هو الخرصانة سابقة الإجهاد وبالذات الكاميرات الخرصانية سابقة الإجهاد علشان نفهم الموضوع هنبدأ بالتحليل الإنشائي لكاميرا من الخرصانة العادية ذات قطاع مستطيل معرضة لأحمال ينتج عنها عزوم انحناء مقدارها M نتيجة لعزوم الانحناء بيتولد على القطاع المستطيل إجهادات ضغط مساوية لإجهادات الشد تساوي M على I في Y إذا كانت مقاومة الضغط للمكعب القياسي للخرصانة المصنوعة منها الكامير تساوي 50 نيوتن على المليمتر المسطح مثلا ستكون مقاومة الشد تقريبا مساوية لعشر مقاومة الضغط أي 5 نيوتن على المليمتر المسطح فينهار قطاع الكاميرا نتيجة لوصول إجهادات الشد في القطاع لقيمة مقاومة الشد للخرصانة بينما لا تزال إجهادات الضغط مساوية لعشر قيمة مقاومة الضغط للخرصانة أي أن العيب الرئيسي للكاميرات من الخرصانة العادية أننا لا نستفيد من مقاومة الخرصانة للضغط استفادة كاملة نتيجة لانهيار الخرصانة في الشد من هنا كان الاتجاه إلى استخدام الخرصانة المسلحة زي ما قلنا عند وصول إجهادات الشد الناتجة من عزم الانحناء M إلى قيمة تساوي مقاومة الشد للخرصانة حتحت استشرخات في منطقة الشد لو أخذنا قطاع AA في منطقة الشرخ نلاحظ أنه تتواجد خرصانة لمقاومة قوة الضغط النتيجة من عزم الانحناء بينما يتم مقاومة قوة الشد عن طريق حديد التسليح كبديل للخرصانة التي لم يصبح لها تواجد وتواصل الكاميرا مقاومتها لعزم الانحناء كاميرا مركبة أو Composite Beam تتكون من مادتين الخرصانة لمقاومة قوة الضغط النتيجة من عزم الانحناء وحديد التسليح لمقاومة قوة الشد الناتجة من عزم الانحناء وبذلك نتفادى تبعات انهيار الخرصانة في الشد ونستطيع الاستفادة الكاملة من مقاومة الخرصانة في الضغط باستخدام الخرصانة المسلحة استطعنا التغلب على العيب الرئيسي للخرصانة العادية وهو ضعف مقاومتها للشد الا اننا نتقبل وجود عيب اخر مؤثر وهو وجود تشرخات في منطقة الشد بالكاميرا هذه التشرخات ينتج عنها ان عزم القصور الذاتي المتوسط للكاميرا يكون اقل من عزم القصور الذاتي للقطاع الفعلي للكاميرا لان زي ما احنا عارفين ان عزم القصور الذاتي المتوسط للكاميرا هو عبارة عن قيمة متوسطة بين اي جروس واي كراك حيث اي جروس هو قطاع الكاميرا في المنطقة التي لا تتواجد بها تشرخات واي كراك هو قطاع الكاميرا في منطقة الشرخ بمعنى اخر احد العيوب الرئيسية لاستخدام الخرصانة المسلحة هو وجود اختلاف بين القطاع الفعلي المسبوب للكاميرا والقطاع الفعال الذي يقاوم تأثير الاحمال ايضا وجود التشرخات يحد من كفاءة استخدام الخرصانة المسلحة في المنشآت المائية مثل الخزانات لان شروخ الناتجة من تجاوز قيمة اجهادات الشد لقيمة مقاومة الخرصانة في الشد قد تؤدي الى تصرب المياه ووصولها لحديد التسليح مما يتسبب في تآكله وبالتالي انهيار الخزان لذلك فان خزانات المياه تبقى للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرصانية بيتم تصميمها بحيث لا تتجاوز اجهادات الشد في القطاعات المائية اللي هي الووتر سايد سيكشن قيمة مقاومة الخرصانة في الشد مما يؤدي لكبر ابعاد تلك القطاعات لتفادي العيوب الناتجة من وجود الشروخ بالخرصانة المسلحة تم اللجوء لما يعرف بالخرصانة سابقة الاجهاد ايه هي بقى الخرصانة سابقة الاجهاد؟ الكاميرا الخرصانية سابقة الاجهاد هي كاميرا يتم تعرضها الى قوة ضغط قبل التحميل بهدف تلافي حدوث اجهادات شد بالقطاعات الحرجة بعد التحميل او بهدف حدوث اجهادات شد تقل عن مقاومة الخرصانة للشد وبالتالي نضمن الحصول على كاميرا خرصانية خالية من التشروخات يتم فيها الاستفادة الكاملة من القطاع الخرصاني المسبوط لو بصينا للكاميرا اللي قدامنا دي وافترضنا ان قوة الضغط تم تطبقها في مركز القطاع بيكون توزيع الاجهادات كما يلي توزيع منتظم لاجهادات الضغط الناتجة من قوة الضغط الموجودة في مركز القطاع اللي هو minus P over A توزيع خطي للاجهادات على القطاع نتيجة عزم الانحناء M الناتج من الأحمال التي تتواجد على الكاميرا بحيث تكون اجهادات الشد القصوى M على I في Y bottom اللي هي M على Z bottom واجهادات الضغط القصوى minus M على Z top حيث Z bottom وZ top هما قيمة معامل القطاع section modulus اللي هو I على وقت المفروض ان مجموع الاجهادات النتجة من قوة سبق الاجهاد والاجهادات الناتجة من العزوم الناتجة من الأحمال في أسفل القطاع إما تكون ضغط أو تكون صف أو تكون قيمتها اجهادات شد أقل من مقاومة الخرصانة للشد كذلك المفروض إن إجهادات الضغط القصوى لا تزيد عن مقاومة الخرصانة في الضغط مكان قوة الضغط في مركز ثقل القطاع ليس هو المكان الأمثل لو طبقنا قوة الضغط بحيث يكون لها لا مركزية أو إكسنتريستي قيمتها عن مركز القطاع بيكون التأثير الكلي لقوة سبق الاجهاد عند مركز القطاع عبارة عن قوة ضغط P وعزم انحناء PE عزوم الانحناء الناتجة عن قوة سبق الاجهاد تتسبب في إجهادات ضغط في الجزء من قطاع الكاميرا الذي تتسبب فيه عزوم الانحناء الناتجة من الأحمال عن إجهادات شد وبالتالي فإن وجود قوة سبق الاجهاد بعيدا عن مركز ثقل القطاع وفي المنطقة من الكامير المعرضة لإجهادات شد من العزوم الناتجة من الأحمال يعظم الاستفادة من قوة سبق الاجهاد ويتيح لنا تخفيط قيمتها لأن أصبح لها فائدة مزدوجة إن هي عبارة عن قوة وعزم يبني نقدر نقول فبالنظر للكاميرا الموجودة قدامنا هنجد إن قوة سبق الاجهاد موجودة بعيدا عن مركز القطاع بينتج عنها إجهادات ضغط منتظمة على القطاع مينس P over A بينتج عنها عزوم حناء تتسبب في إجهادات ضغط في أسفل القطاع وإجهادات شد في الجزء الأعلى من القطاع معاكسة لإجهادات الضغط والشد ناتجة من الأحمال دلوقتي هنتكلم عن كيفية الحصول على كاميرا خرصانية سابقة الإجهاد وكذلك عن أنظمة سابق الإجهاد أو Systems of Pre-Stressing بيتم تطبيق قوة سابق الإجهاد على الكاميرا الخرصانية وهي زي ما اتفقنا قوة ضغط عن طريق شد كابلات من الحديد موجودة داخل الكاميرا كما هو موضح باللون الأحمر في الشكل الموجود أمامنا زي ما حنعرض بعد قليل قوة الشد الموجودة في كابلات الحديد ستتحول إلى قوة ضغط على الكاميرا الخرصانية بيتم تقسيم الكاميرات الخرصانية سابقة الإجهاد إلى نوعين الكاميرات سابقة الشد Pre-Tension Beams بيتم فيها شد الكابلات الحديدية قبل صب الخرصانية الكاميرات لاحقة الشد Post-Tension Beams بيتم فيها شد الكابلات بعد صب الخرصانية في الكاميرا ووصولها إلى المقاومة المطلوبة للحصول على كاميرا خرصانية سابقة الشد Pre-Tension Beams هناك ثلاث مراحل نمرة واحد بيتم شد الكابلات الحديدية قبل صب الخرصانة حيث يتم صب حائطين من الخرصانة المسلحة بطول يستوعب العمل في عدد من الكاميرات في وقت واحد بنربط الكابل الحديدي في أحد الحائطين ثم نشده بقوة الشد المطلوبة من ناحية الحائط المقابل ثم نربط الكابل لمنع عودة الكابل لطوله الأصلي أي لمنع زوال قوة الشد بالكابل المرحلة الثانية بيتم صب الخرصانة في الشدة المخصصة للكاميرا المرحلة الثالثة ننتظر حتى تشك الخرصانة وتصل إلى المقارمة المطلوبة ثم يتم قص الكابل من الناحيتين فنتيجة التماسك بين الكابل والخرصانة فإن الخرصانة تمنع الكابل من العودة لطوله الأصلي وبالتالي فإن الاستطالة الحادثة بالكابل تستمر موجودة وبالتالي تظل قوة الشد بالكابل كما هي وتنتقل تلك القوة إلى الخرصانة كقوة ضغط أي أن ما يولد الضغط في الكاميرا الخرصانية هو أن التماسك بين الخرصانة والحديد يمنع الكابل من العودة إلى طوله الأصلي فتتولد قوة الضغط على الكاميرا الخرصانية للحصول على كاميرا خرصانية لاحقة الشد أو post tension beam هناك ثلاث مراحل بيتم صب الكاميرا بالقطاع المطلوب وبداخلها فتحة أو duct يأخذ شكل الكابل المطلوب وفي الغالب يأخذ شكل الكابل شكل توزيع العزوم المتوقع على الكامير بحيث تزداد قيمة اللامركزية للكابل مع زيادة عزم الانحناء الناتج من الأحمال على الكامير وذلك لتزداد الاستفادة من عزم الانحناء المتولد من قوة صبق الإجهاد فكلما زاد عزم الانحناء الناتج من الأحمال زادت قيمة لامركزية الكابل E وبالتالي زاد عزم الانحناء المعاكس المتولد من قوة صبق الإجهاد نمرة اتنين بيتم ادخال الكابل في duct بعد وصول الخرصانة للمقاومة المطلوبة مع تثبيت الكابل في أحد جانباي الكاميرا وشده من الجانب الآخر هذا التثبيت يتم بواسطة لوح من الحديد وألووز نمرة ثلاثة بعد الوصول لقيمة قوة الشد المطلوبة في الكابل بيتم تثبيت الكابل في الجانب الذي تم منه الشد بواسطة لوح آخر من الحديد وألووز لضمان بقاء الاستطالة بالكابل وبالتالي الحفاظ على قوة الشد بالكابل عدم عودة الكابل لطوله الأصلي يؤدي إلى أن لوحي الحديد على جانباي الكاميرا يضغطان على الكاميرا لتوليد قوة سبق الإجهاد المطلوبة أو قوة الضغط المطلوبة يبقى نقدر نبص للموضوع على أن احنا عندنا زي ما احنا شايفين في السلايد اللي قدامنا دي نقدر نلخص موضوع سبق الإجهاد كالتالي عندنا كابل من الحديد بنسميه تندن طوله الأصلي L نوت بنشده فيصبح طوله L وبالتالي تكون الاستطالة الحادثة له دلتا L تساوي L ناقص L نوت ويكون الانفعال إبسلون يساوي دلتا L على L نوت وبالتالي يكون إجهاد الشد المتولد بالكابل FPS يساوي إبسلون ES حيث ES هو معاير المرونة للحديد يانكس موضل أسروف ستيل وتكون قوة الشد المتولدة في الكابل P تساوي FPS في APS حيث APS هي مساحة مقطع الكابل نوعية الحديد المصنوعة منه الكابلات هو حديد فائق المقاومة بيكون منحنى الإجهاد الإنفعال له كما هو موضح بالشكل ليس له مثل الحديد عادي المقاومة فبنعرف للحديد فائق المقاومة إجهاد خضوع اعتباري Proof Strength كما هو موضح بالشكل في معظم أنواع الحديد فائق المقاومة بتكون قيمة إجهاد الخضوع الاعتباري FP Yield في حدود 1700 نيوتن على المليمتر المسطح وتكون قيمة إجهاد الكاس FP Ultimate حوالي 2000 نيوتن على المليمتر المسطح نلاحظ هنا أن الحديد عادي المقاومة بيكون له إجهاد خضوع 240 نيوتن على المليمتر المسطح يعني الحديد فائق المقاومة له إجهاد خضوع حوالي 7 مرات قيمة إجهاد الخضوع للحديد عادي المقاومة والسبب في اللجوء للحديد فائق المقاومة في تصنيع الكابلات هو أننا نريد استخدام كابل زو مساحة صغيرة هذه المساحة الصغيرة بتتيح لنا سهولة التعامل مع الكابل أثناء عملية الشد ولا تتسبب في استهلاك جزء كبير من مساحة مقطع الكاميرا سابقة الإجهاد زي ما احنا عارفين قوة الشد بتساوي مساحة الكابل في الإجهاد المسموح به في الكابل فكلما زادت قيمة الإجهاد المسموح به في الكابل ألت مساحة الكابل طيب الإجهاد المسموح بي في الكابل اللي هو FPS بيساوي كامل الإجهاد المسموح بي في الكابل هو القيمة الأقل من 0.8 FP Yield أو 0.7 FP Ultimate وذلك تبقى للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت القرصانية التحليل والتصميم الإنشائي للكامرارات سابقة الإجهاد بيتم على مرحلتين رئيسيتين المرحلة الأولى التحليل والتصميم الإنشائي تحت تأثير أحمال التشغيل Working Clutes والهدف من هذه المرحلة هو ضمان أن الكامرة سابقة الإجهاد لن تزيد فيها إجهادات الشد عن الحدود المسموح بها وبالتالي لن تحدث بالكامرة تشرخات في منطقة الشد وهنا هنقول ملحوظة أننا في بعض الأحيان نسمح بوجود تشرخات في الكامرارات سابقة الإجهاد أي نسمح بأن تتجاوز إجهادات الشد قيم مقاومة الشد للخرصانة ونطلق على هذا النوع سبق الإجهاد الجزئي أو Partial Pre-Stressing وله بعض الفوائد والاستخدامات ولكن هذا النوع خارج نطاق الجزء المخصص للكورس بتاعنا نحن نركز على الكامرارات التي لا يحدث بها تشرخات تحت تأثير أحمال التشغيل المرحلة الثانية لتصميم وتحليل الكامرارات سابقة الإجهاد هي التحليل والتصميم الإنشائي تحت تأثير الأحمال القصوى زي ما احنا عارفين الأحمال القصوى تساوي أحمال التشغيل مضروبة في معاملات الأحمال أو اللود فاكتوز وفي هذه المرحلة نضمن عدم انهيار الكامرار سابقة الإجهاد إذا ما تعرضت لأحمال القصوى وده هنشرحه بالتفصيل لاحقة أي أننا في مرحلة التشغيل نضمن عدم حدوث تشرخات بالكامرار سابقة الإجهاد بينما في مرحلة الأحمال القصوى بنضمن عدم الانهيار الكلي للكامرار هنبدأ بالتحليل والتصميم الإنشائي تحت تأثير أحمال التشغيل قوة سابقة الإجهاد التي يتم تطبيقها على الكامرار بتقل مع الزمن نتيجة حدوث الفقد أو اللصص الاستطالة الحادثة بالكابل بينتج عنها انفعال وبالتالي إجهاد يترجم إلى قوة شد بالكابل وقوة ضغط على الكامرار الخرصانية على ذلك فإن أي نقص في قيمة الاستطالة المبدئية للكابل بينتج عنها نقص في قيمة قوة سابقة الإجهاد إذن لابد من معرفة قيمة الفقد المتوقع حدوثه لقوة سابقة الإجهاد حتى نستطيع تقدير قوة سابقة الإجهاد الواجب تطبيقها على الكامرار قبل حدوث الفقد هنعرف دلوقتي ثلاث قيم لقوة سابقة الإجهاد وإحنا كمهندسين إنشائيين بنهتم منهم بقيمتين فقط القوة التي تنتج من الجاك اللي بنشد بيها الكابلات بنسميها P-جاك أو P-جي وهي لأمور تخص نوعية الجاك وطريقة ربطها بالكابل بيصل منها للكابل قيمة أقل قليلا تسمى P-I أو P-جاك دي ما بتهمناش قوي اللي بيهمنا إحنا وصلنا منها قد إيه وده بنقدر نعرفه وبنسميه P-إنيشيال قيمة قوة سابقة الإجهاد الابتدائية اللي هي الإنيشيال بريسترسينج فورس بتتقل مع الزمن لنتيجة حدوث Time Dependent Losses والقيمة الموجودة بعد حدوث الفقد سنسميها P-Effective أو قيمة قوة سابقة الإجهاد الفعلية أو المؤسرة وهي تثبت بعد مرور حوالي سنة من التطبيق الابتدائي الفقد في قيمة قوة سابقة الإجهاد الابتدائية بيحدث لأسباب كثيرة أهمها الفقد في طول الكابل نتيجة الإنكماش ونتيجة للزحف الكريب إيه الفقد اللي بيحدث نتيجة للإنكماش والزحف؟ الإنكماش هو النقص في حجم الكاميرا وبالتالي في طولها نتيجة حدوث فقد في جزء من مكونات الخلطة وهو ماء الخلط نتيجة للبخر فنقص طول الكاميرا معناه نقص طول الكابل وبالتالي نقص مقدار الاستطالة الابتدائية أما الزحف أو الكريب فهو استمرار تشكل العنصر الخرصاني مع الزمن تحت تأثير قوة سابقة نقدر نقول أن قوة الضغط النتيجة من سبق الإجهاد بتسبب انضغاط في الكاميرا يزداد مع الزمن هذا الانضغاط يؤدي لنقص طول الكاميرا وبالتالي نقص طول الكابل مما يتسبب في نقص الاستطالة الابتدائية إذن النقص في الاستطالة الابتدائية نتيجة لكل من الانكماش والزحف يؤدي لفقد جزء من قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية والوصول لقوة أقل تسمى قوة سبق الإجهاد الفعلية أو المؤسرة P-Effective هناك معادلات لحساب جميع أنواع اللوصز وده خارج نطاق الكورس بتاعنا ولكن اللي يهمنا هو أن نسبة الفقد في قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية اللي حنسميها فاي ودي حاجة حتكون معلومة لنا منها بنقدر نجيب قيمة قوة سبق الإجهاد الفعلية P-Effective يبقى P-Effective تساوي 1-Phi في P-Initial بعد معرفنا قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية P-Initial وقيمة قوة سبق الإجهاد الفعلية المؤسرة P-Effective ونسبة الفقد في قيمة قوة سبق الإجهاد فاي حنبدأ في التحليل والتصميم الإنشائي للكاميرا سابقة الإجهاد تحت تأثير أحمال التشغيل حيث يوجد لدينا مرحلتان وهما مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا اللي هي Add Transfer Stage ومرحلة الأحمال النهائية على الكاميرا اللي هي Final Stage المفروض أن الكاميرا تكون آمنة إنشائيا في المرحلتين حنفترض أن شكل وأبعاد القطاع الخرصاني للكاميرا معلومة وكذلك أن لا مركزية الكابل اللي هي The Excentric of the Cable معلومة حنقدر نطبق معادلات حساب الإجهادات كالآتي في الـ Add Transfer Stage مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا تكون فيها القوة المؤثرة على الكاميرا ووزن الكاميرا ده المفروض يكون أقل من أو يساوي FTI F bottom تساوي minus P initial على A minus P initial في E على Z bottom plus M on weight على Z bottom ده المفروض يكون أقل من أو يساوي FCI FTI و FCI هما إجهادات الشد والضغط المسموح بها في الخرصانة في مرحلة نقل القوة للكاميرا لاحظ أن في مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا بنخاف من حدوث شد في الجزء العلوي من القطاع بعد كده Add final stage اللي هي مرحلة التحميل النهائية للكاميرا تكون فيها الكاميرا معرضة لقوة سبق الإجهاد الفعلية المؤثرة P effective وهي تساوي P initial في 1 ناقص FI وإلى وزنها وبقية الأحمال الميتة والأحمال الحية هنطبق معادلات حساب الإجهادات على قطاع الكاميرا حيبقى F top يساوي minus P effective على A plus P effective في E على Z top minus M total على Z top ده المفروض يكون أقل من أو يساوي F C effective F bottom حيساوي minus P effective على A minus P effective في E على Z bottom plus M total على Z bottom ده المفروض يكون أقل من أو يساوي F T effective F C effective و F T effective هما قيم إجهادات الضغط والشد المسموح بها في الكاميرا في مرحلة التحميل النهائية بنلاحظ أن في مرحلة التحميل النهائية بنخاف من حدوث شد يزيد عن إجهادات الشد المسموح بها في الجزء الأسفل من القطاع يبقى المفروض أن قوة سبق الإجهاد الآمنة تحقق إجهادات أقل من الإجهادات المسموح بها في كل من مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا ومرحلة التحميل النهائية للكاميرا ما هي الإجهادات المسموح بها في الخرصانة في كل من مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا ومرحلة التحميل النهائية أولا مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا اللي هي A Transfer Stage لو افترضنا أن مقاومة الخرصانة للضغط في اليوم اللي بتنتقل فيه قوة سبق الإجهاد للكاميرا سنسميها FCUI فإن أقصى إجهادات ضغط مسموح بها في نهايتاء الكاميرا بتساوي 0.55 FCUI وأقصى إجهادات ضغط مسموح بها في أي مكان آخر بالكاميرا بخلاف النهايتين 0.48 FCUI أقصى إجهادات شد مسموح بها في نهايتاء الكاميرا 0.44 FCUI وأقصى إجهادات شد مسموح بها في أي مكان آخر بخلاف النهايتين 0.22 FCUI مرحلة التحميل النهائية تكون أقصى إجهادات ضغط مسموح بها نتيجة قوة سبق الإجهاد الفعلية P-Effective ومعها الأحمال الموجودة بصفة دائمة على الكاميرا 0.35 FCU حيث FCU مقاومة الضغط للخرصانة بعد 28 يوم وأقصى إجهادات ضغط مسموح بها نتيجة قوة سبق الإجهاد الفعلية P-Effective ومعها كل الأحمال المتوقعة على الكاميرا ستساوي 0.4 FCUI بينما أقصى إجهادات شد مسموح بها تعتمد على تصنيف المنشأ الموجود به العنصر الخرصان الحالة A أو كيس A لا نسمح فيها مطلقا بأي إجهادات شد ويطلق على العنصر في الغالب دي بتكون عناصر قسم الرابع المعرضة لعوامل مؤكسدة قد تسبب صدق حديد التسليح الحالة B أو كيس B بنسمح فيها بإجهادات شد تصل إلى الكراكينج سترانس بتاعة الخرصانة اللي هي FCTR اللي هي بتساوي 0.6 جازر FCU ودي بتكون لعناصر القسم الثالث المعرضة لعوامل دارة مثل الخزانات وخلافه عندنا أيضا كيس C وكيس D وفيهم بنسمح بزيادة إجهادات شد عن 0.6 جازر FCU ولكن ده خارج نطاق الكورس بتاعه يبقى بنلاحظ إن كيس B بنوصل بإجهادات شد للكراكينج سترانس لكن مفترضين ما زلنا مفترضين عدم وجود تشرخات في العنصر الخرصان حنشوف دلوقتي مثال بيوضح كيفية التحليل والتصميم الإنشائي لكاميرا خرصانية سابقة الإجهاد لاحقة أشد Pre-stressed Post-Tensioned Beam الشكل الموضح أمامنا بيبين مسقط أفقي لصالة بيتم تغطيتها بكاميرات سابقة الإجهاد بحرها 22 متر كبديل لتغطية تلك الصالة بإطارات من الخرصانة المسلحة الكاميرات سابقة الإجهاد حترتكز من الجانبين على كاميرات خرصانية ترتكز بدورها على أعمدة ارتكاز الكاميرات سابقة الإجهاد على الكاميرات الخرصانية بيكون من خلال ركائز مطاطية بنسميها Elastomeric Bearing قطاع الكاميرا سابقة الإجهاد هو Eye Section بالأبعاد الموضحة والأحمال على الكاميرا هي وزنها وأحمال إضافية ميتة Super Imposed Dead Load تساوي 4 كيلو نيوتن على المتر الطولي وأحمال حية تساوي 18 كيلو نيوتن على المتر الطولي الحديد المصنوع منه الكابلات له إجهاد خضوع 1700 نيوتن على الملي متر المسطح وإجهاد كسر يساوي 2000 نيوتن على الملي متر المسطح مقاومة الخرصانة للضغط عند نقل قوة سبق الإجهاد إليها تساوي 30 نيوتن على الملي متر المسطح اللي هي بنسميها FCUI بينما مقاومة الضغط للخرصانة بعد 28 يوم اللي هي FCUI حتساوي 40 نيوتن على الملي متر المسطح الغطاء الخرصاني للكابلات 100 ملي اللي هو الكونكريت كافر وتم تقدير قيمة الفقد في قوة سبق الإجهاد الابتدائية اللي هي اللوصز بنسبة 15% إيه المطلوب؟ المطلوب تقدير قيمة قوة سبق الإجهاد في الترانسفير ستيتش في مرحلة نقل القوة ثانيا حساب كمية الحديد المستخدم في الكابل ثالثا حساب الإجهادات على قطاع الكاميرا الحرج في مرحلة التحميل النهائية في مرحلة التحميل النهائية الخطوة الأولى في الحال هي حساب خواص القطاع والإجهادات المسموح بها في مرحلة نقل القوة للكامر خواص القطاع اللي بتهمنا هي مساحته وعزم القصور الزاتي اللي هما حيساوي بعض نتيجة لأن القطاع متماثل وبالتالي نقدر بنحسب منهم زد طوب وزد بطن وزن الكاميرا حيساوي جاما كونكريت في إيه اللي هو حيطلع عشرة كيلو نيوتن على المتر الطولي FCI و FTI بنحسبهم من القيم المعطاة في الكود ونبدأ في الخطوة التانية وهي حساب قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية P initial زي ما تم التوضيح سابقا في مرحلة الترانسفير بتتعرض الكاميرا لوزنها بالإضافة إلى قوة سبق الإجهاد الابتدائية العزم الناتج من وزن الكاميرا M on weight حيساوي WL square على 8 ولمركزية الكابل E حتساوي Y bottom ناقص الكافر حتطلع ب500 ميلي بعد ذلك حنطبق في معادلات حساب الإجهادات على الكاميرا المعادلة الأولى وهي خاصة بحساب أقصى إجهاد ضغط يتعرض له القطاع في مرحلة نقل القوة F bottom تساوي minus P initial على A minus P initial في E على Z bottom plus M on weight على Z bottom احنا عندنا F bottom والمجهول الوحيد في هذه الكاميرا هو قوة سبق الإجهاد الابتدائية منها بنطلع PI 1 بتساوي 2993 كيلو نيوتن 2993 كيلو نيوتن هو قوة سابق الإجهاد التي تصل بالإجهادات أسفل القطاع لأقصى قيمة مسموح بها بعد كده F top حتساوي minus P initial على A plus P initial في E على Z top minus M on weight على Z top منها بنطلع P initial 2 حتساوي 4281 كيلو نيوتن يعني لو حطينا على الكاميرا قوة سبق إجهاد تساوي 4281 كيلو نيوتن حتصل الإجهادات في أعلى القطاع إلى أقصى إجهادات شد مسموح بها في مرحلة نقل القوة القيمة الأصغر منهم هي القيمة التي تجعل الكاميرا آمنة في مرحلة الترانسفير اللي هي 2993 كيلو نيوتن لأن إحنا لو خدنا 2993 كيلو نيوتن دي حطناها في المعادلة التانية حتطلع F top safe الخطوة الثالثة هي حساب كمية الحديد المستخدم في الكابلات The allowable pre-stressing stress at transfer بتكون القيمة الأصغر من 0.7 FP ultimate أو 0.8 FP yield فتطلع القيمة الأصغر من دول 1360 نيوتن على المليمتر المسطح ومنها نحسب APS اللي هو كمية الحديد المستخدم في الكابلات يساوي P initial على The allowable pre-stressing stress at transfer تطلع 2200 مليمتر مسطح أخيراً بنحسب الإجهادات في مرحلة التحميل النهائية Stress at the surface load stage في مرحلة التحميل النهائية بتكون الأحمال الموجودة على الكاميرا هي وزنها والsuper imposed dead load والlife load ودول بدولنا W total بنحسب منها M total في القطاع الحارج تساوي WL square على 8 وبعدين بيبعندنا أيضا اللي هي واحد ناقص في P initial حنحسب F top minus P effective على A plus P effective في E على Z top minus M total على Z top تطلع F top minus 11.51 نيوتن على المليمتر مسطح دي أقل من F C effective اللي هي ناقص 16 نيوتن على المليمتر المسطح اللي هي point four F C U F bottom بتساوي minus P effective على A minus P effective في E على Z bottom plus M total على Z bottom طلعن F bottom minus 1.21 نيوتن على المليمتر المسطح يعني مفيش أي إجهادات شد هتظهر على في القطاع في مرحلة التحميل النهائية وبالتالي الكاميرا آمنة في مرحلة التحميل النهائية لأن هي fully pre-stressed beam يعني مش المفروض يظهر فيها أي إجهادات شد ترجمة نانسي قنقر